اشتركوا في القناة وأبلغوا لأن المخاطبون قريش هم العرب الفصحى والبلغاء يفهمون من العربية ما يفهم غيرهم وصور المدينة يكون أقصطة وأثنبا يكون فيه بسط طويل والإطناب لأن المخاطبون اليهود وهم ليسوا كقريش في الفهم والذكائي فاحتاج صور المدينة إلى بسط الكلام أكثر من صور المكية فلهذا تجد القرآن الفصاحة والبلغة والنظم يعجاز في هذا سواء فيها المكي والمدني ولكن الإيجاز أكثر في صور المكية من صور المدنية لهذه الألة والقرآن معجز فصاحته وبلاغته وحسن نغمه والإخبار بالغيب وعدم تنعقضه وكونه جديدا مع مرور الأيام دائما لا يوجد شيء قد لا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أمي نشأ في قوم أميين في بلد في قفر من الأرض ما رأى عالما قط ولا جالس عالما قط وهو بنفسه لا يقرأ كتابة ولا يكتب وما جالس كاتبا ولا قارئا فأتى بهذا الكتاب الذي صورة منها تعيزنا أننا نتدارسها ليلة ونعرى وينفلت منا وهو لا يكتب ولا يقرأ فأتانا بهذا الكتاب والذي نسل في مكة والذي نسل في المدينة كلهم على نسق واحد من فصاحة وبلاغة وبراعة ونوم فلهذا خاطبنا تبارك وتعالى أفلا يتدبرنا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوه فيه اختلافا كثيرا المولف من نع إذا ألف في تاريخ أو في أي شيء فمكس عنده أعواما فراجعه لا بد هو بنفسه يبدل شيئا ويغيره لأنه فاته الزمن لا سيما إذا نقده وغيره تجد كتب التواريخ التي كتبت في زمان ماضي لا تناسب زمانا هذا وهذا القرآن مضى لنا أربعة أشر قرنا وكل قرن القرآن معه جديد لا يأتي حادث يناقض القرآن أبدا فكل أمة وكل دولة تصنع دستورا إذا مضى أعوام تجاوز زمان ذلك الدستور فيحتاج لتغيره أبدا سنقال لنا سيغيرنا دستور منذ أربعة عوام والقرآن دستور الكل في كل زمان وفي كل مكان لا يأتي حادث يناقض القرآن أبدا أو يكذب القرآن والذي جاء به أمي ولد في أرض الجبال ما رأى بحر قط ولا حاضرة قط هذا لا يأتي إلى من عند الله تبارك وتعالى الحمقى رموا النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعلم على الكتاب من غيره لا له من سفره إلى الشام نعم نبيه لما بلغ 12 عاما خرج به أبي طالب إلى الشام فلما قربه من الشام قاله الرهبان أرجي بهذا القرآن لا يراه اليهود فهم حسد فيقتلنه فرجى به أبو طالب كتك المدت يمكن أن يتعلم هذا القرآن من أحبار اليهود في الشام نعم رموه بصخافة أخرى كان قيني يقاله جبر في مكة قين النصراني سابقة وكان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يشتدد إذاية قريس على النبي صلى الله عليه وسلم يصبره ويعظه ويقوله الأنبياء وقبلك هكذا كان يفعل بهم فيعيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يشتدد به الإذاية يذهب صلى الله عليه وسلم ويجيس عنده لما يؤنسه من كلامه فقالوا رأينا علىنا كيف من عين تعلم محمد هذا القرآن من هذا القيني والقين لا ينتقل بعربية لابد له من ترجمان إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي ممبين ما تدبر القرآن؟ أفلا يتدبر من القرآن؟ هذه السورة مكية سورة الأنعم نثلت مرة واحدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هذه السورة شيعها سبعون ألف ملك لهم سجلون بتسبيح فلما قرأ نبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها كل في ليلة واحدة فلما قال رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ هذه السورة وكل الله له سبعين ألف ملك أربعون ألف ملك يكتبون له من سعباداتهم إلى يوم القيامة وينسل ملك من السماع السابعة معه مسربة من حديد فإذا أراد الشيطان أن يواصلس له ضلبه فيجعله حجابا سبعون ألف حجاب بينه وبين الشياطين ويوم القيامة إذا بعث من قبره يقول رب يا إنسان سر في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي وادخل جنتي واشرب من الكوثر فأنت عبدي حقا وعن ربك وثلاث آيات من أول هذه السورة من قرأها كل يوم عصمه الله من الشياطين وكتب له عدد مع نسلت مع سورة من الملائكة سبعين ألفا إباداتهم إلى يوم القيامة ولم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت الحمد لله بدأ هذه السورة بهذه الكلمة وكل سورة بدأها الله بهذه الكلمة لا بد أن يستكملها نعم الدنيا والآخرة هي في أول الفاتحة وفي أول العام وفي أول الكهف وفي أول السبع وفي أول فاطر الحمد الوصف بالجميل ثابت لله والسناع لله تبارك وتعالى الحمد كله لله لا لغيره نعم إذا أكرمك حمد العبد لربه وحمد ربي لعبده وحمد العبد للعبد وحمد ربي لنفسه كل هذا لله تبارك وتعالى نعم المولى ونعم النصير الحمد الله والمحمود الله نعم العبد أيوب الحمد الله والمحمود عبده فالكل لله العبد يقول الحمد لله الحمد العبد والمحمود الله هذا لله وإذا حمد عبد عبدا فالكل لله تبارك وتعالى ذكر إثم الله الذي هو أعظم الأسماء الذي خلق السماوات والأرض خصهما بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات لناظرين وجعل ظلمات ونور كل ظلمة ونور أو ظلمات الكفر والنور الإيمان الله هو الذي خلق سماوات والأرض تراهما وخلق الظلمات وخلق النور جمع الظلمات وأفرد النور لكثرة أسباب الظلمات من الذين كفروا مع قيام هذا الدليل يعديلون يسوون غيره في العبادة بربهم هو الذي خلقكم من طين بخلق أبيكم آدم منه ثم قضى أجلا لكم تموتون عند انتهائه وأجل المسمن مطلوب عنده لبعثكم إما أنتم أيها الكفار تمترون تشكون في البعث بعد علمكم أنه ابتدأ خلقكم ومن قدر على الابتداء وهو على الإعادة أقدر وهو الله المعبود المستحق لعبادة في السماوات وفي الأرض يعلموا سركم وجهركم ما تسرون وما تجهرون ويعلموا ما تكسبون وتعملون من خير وشر وما تاتهم أهل ما كتبين آيات من آيات ربهم من القرآن إلا كاننا معردين فقد كذبوا بالحق القرآن لما جاءهم فصوف ياتهم أنباء وأواقب ما كانوا بي أساسهم ألم يروا في أسفارهم إلى الشام كم كثيرا أهلكنا من قبلهم من قرن أمة من الأمم الماضية مكنناهم أعطيناهم مكانا في الأرض بالقوة والسعات ما لم نمكن ما لم نعطي لكم وأرسلنا السماع المطر عليهم مدرارا متتابعا وجعنا الأنعار تجري من تحتهم تحت مساكنهم فأهلكناهم بالذنوبهم بتكذيبهم الأنبياء وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نسلنا عليك كتابا مكتبا في قطاث رق كما اقترحوه فلمسوه بأيديهم أبلغ من آيانوه لأنه أنفع لشك لقال الذين كفروا إن هذا إلى سحر مبين تعنطا وعنادا وقالوا لا أنزل عليه على محمد ملك يصدقه هل لا جاء ملك من السماع قال ولو أنزلنا ملكا كما اقترحوه فلم يؤمنوا لقضي الأمر بهلاكي من سما لا ينظرون لو جاء الملك لحلك ولو جاءنا آه ملكا لجاءنا آه رجلا هذا السر كبير وهذا الملك الذي يطلبه لو أتى الملك لصار رجلا ينظرنه لا بد أن يأتي على صورة رجل ليتمكنوا من رؤيته إذن لم يعلموا هل رجل ملكا أم لا لأنه لو جاء ملكا لكان رجلا ولا لبسنا عليه معه البسا لا بد أن يقع لبسا ولقد سوسع برسل من قبلك بنو آدم فيه ملائكة لإنسان خلق فيه قابلية لأن يكون شيطانا وفيه قابلية لأن يكون بهيمة وفيه قابلية لأن يكون صبعا وفيه قابلية لأن يكون ملكا إذا جاهد نفسه وطهرها وردها إلى أصلها يكون من جنس الملائكة فإذن لو جاء ملكا لجاء رجلا ولقد سوسع برسل من قبلك فها قابلين يصغروا من ما كانوا يساسون فكذا يحق بمن يستهزاء بك قل شروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أرسل من حلاكهم كل من مع في السماوات والأرض قل لله لا جواب غيره كتب قضاء على نفسه الرحمة فضلا منه وفيه طلطف في دعائهم إلى الإيمان لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لإجازكم لا رأيب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنعار كل شيء فهو ربه وخالقه ومالكه قال في بداية سورة خلق السماوات والأرض هذا المكان المكان السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنعار هذا الزمن استغرق الزمان والكائن في الزمان والمكان والكائن في المكان كل هذا له تبارك وتعالى هو السمم والعليم قل أغير الله أتخذ ولي أن أعبده فاطر السماوات والأرض مبدعهما هو يطعم يرسق ولا يطعم لا يرسق قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله قال نفسر من عديد أمتي وقيل لي لا تكون أنا من المسركين به قل إني أخاه إن أصيت ربي هذا بيوم هو يوم القيامة من يصرف عنه يومئذ فقر رحمه أراد الله به الخير وذلك الفوص المبين وإن يمسسك الله بذور البلاء كمرض وفقر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير كالصحة وغنان فهو على كل شيء قدير قال رسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ يا غلام معلمك كلمات اتق الله يحفظك اتق الله تجله تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك وأعلم أن مع أصابك لم يكن ليخطئك ومع أحطعك لم يكن ليصيبك وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العصر إسراء تفسير هذه الآية هو شهيد بيني وبينكم على صدقي وأحيي إلي هذا القرآن لأنذركم يا أهل ما كتبه بالقرآن ومن بلغه ومن بلغه القرآن فلهذا كل من بلغه القرآن فكأنما أنذره النبي صلى الله عليه وسلم مشافئة من الجن والإنس وفيه تعويل لأنذركم به ومن بلغه وكل بالغ آي إنكم لتشهدون أن مع الله آلية أخرى قل لا أشهد لا أشهد بذلك قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون معه من الأصنام قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتناه الكتاب يعرفونه محمدا صلى الله عليه وسلم بنعطيه في كتبهم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون به ومن لا أحد أغلما ممن افترع الله كذبا بنسبة شريك إليه أو كذب بآياته القرآن إنه الشأن لا يفله ظالمون واذكر يوم أن نحصرهم جميعا ما نقول لنا أسكو توبيخا أين شركاؤكم الذين كنتم تصومون أنهم شركاء لله ثم لم تكن فتنتهم معذرتهم إلا أن قالوا إلا قولهم والله ربنا ما كنا مستكين قال تعالى انظر يا محمد كيف اكذبوا على أنفسهم بنفس الشرك عنهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستميم إليك إذا قرأت واجعلنا على قلوبهم أكنة أغطية أن يفقهوا ألا يفقهوه وفي أذانهم وقرا سماعا فلا يسمعونه سماع قبول وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول لدينا كهروا إن هذا ما هذا القرآن إلا أساطه أكذب الأولين كالأضاهيك والأعجيبي جمعوا الصورة بالضم وهم ينهون عنه نسلت في أبي طالب كانوا إذا أرادوا لمعنى النبي منعهم وإن أرادوا قتله منعهم أيضا وهم ينهون الناس عنه عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وينعون يرتبع عدون عنه فلا يؤمنوا نبيه وإن يهلكنا إلا أنفسهم لأن ضرره عليهم وما يشعرون بذلك ولو ترى يا محمد إذ وقفوا وردوا على النير فقالوا يا ليتنا أن نردوا إلى الدنيا ولا نكذبوا بآيات ربنا ونكونوا من المؤمنين لو رأيت هذا لرأيت أمرا عظيما بل للإضراب بدا ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل يكتبون بقولهم والله ربنا ما كنا مسركين ولو ردوا إلى الدنيا فردا لعادوا لمعنوا عنهم من الشرك وإنهم لكاذبون هذه الآية هي الدل الدليل على أن الآية لا تحملوا على الإيمان أكبر آية هي يوم القيامة ولما رأوا يوم القيامة وما فيها قال الله تبارك وتعالى أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر عيدا وقالوا منكروا البعث إن هي إلى حياتنا الدنيا ومعنى بمواصن ولو ترأيذوا وقفوا على ربهم لرأيت أمرا عظيما قال لهم على لسان الملائكة أليس هذا البعث بالحق قالوا بله وربنا إنه الحق قال فاذوقوا العذاب بما كنتم تكرون في الدنيا فتخصر الذين كذبوا باللقاء الله بالبعث حتى إذا جاءتهم الساعة القيامة بخطة فجأة قالوا يا حسرتنا أين دامتنا فعلى ما فرطنا قصرنا فيها وهم يحملون أوصارهم على ظهورهم بأن تاتي يوم عند البعث في أقبه شيء صورة وأنتميه ريحا فتركبهم على صعب بيس ما يزيرون يحملون وما الحياة الدنيا الاشتغال بها إلا لعب ولهن ولا الدار الآخرة الجنة خير لذين يتقون الشرك فلا تعقلون قد نعلم إنه شأن لا يحسنك الذي يقولون لك من التكذيب فإنهم لا يكذبونك في السر لعلمهم أنك الصادق ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون يكذبون بألسنتهم وهم مصدقون بقلوبهم ولقد كذب الرسول من قبلك في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم فصبروا على ما كذبوا وعوذوا حتاءتهم نصرنا بإهلاك قومهم فاصبر حتاءتهم نصر بإهلاك قومك ولا مبدل لكلمات الله موائده ولقد جاءك من نبع المرسلين ما يسكن به قلبك وإن كان كبورا عظم عليك إعراضهم عن الإسلام لحرسك عليهم فإن استطاعت أن تبتغي النفقا صربا في الأرض أو صلما مسعدا في السماع فتاتيهم بآية مما اقترحه ففعل المعنى أنك لا تستطيع ذلك فاصبر أتى يحكم الله ولو شاء الله هدايتهم لجمعهم على الهدى ولكن لم يشاء فلا تكوننا يا محمد من الجاهلين بذلك ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ادبروا الله خلقها ورزقها وأحوالها أو أمم أمثالكم متشارهة معكم فكل إنسان فيه خلق حيوان من الحيوانات فمن كان صابرا مثل الجمل ومن كان حاقدا كذلك مثل الجمل ومن كان مفترسا كالأسد ومن كان يتطبق الأورادي كالزباب لا حاجة له في جسد الصحيح إنما محل القروح فقط كلهم أمم أمثالكم ما فرطنا فركنا في الكتاب اللوحي المحفوظ من شيء فلم نكتبه ثم يحسرون إلى ربهم فيقضي بينهم ويقتص الجماعي من القرناء ثم يقول لهم كونوا ترابا الله أخبر في هذه الآية أنه ذكر كل شيء نحتاج إليه في الكتاب هو لو المعلاح المحفوظ في تعويل أو هو القرآن ما فرطنا في الكتاب الذي هو القرآن من شيء إن كان القرآن فاستشكلوا هذا أن بعض العلوم طبية وعلوم الحساب وأنه ذلك ما أتى بها القرآن تفصيلا وإن أتى بالكل إجمالا قالوا أن معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء من أمر الدين كل ما يحتاج إليه من أمر الدين بيّنه القرآن وذلك كمعرفة الله تبارك وتعالى لذاته وصفاته وأسمائه تضمن القرآن من هذا ما لم يتضمنه كتاب والأحكام تبيين الحلال والحرام كذلك وأنواع العبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج كذلك بيّن من هذا النوع المعلم بيّن كتاب كمثله وإذا كان الدين هو المعتبر لما بيّن الدين بيّن كل شيء أو ما فرطنا في الكتاب من شيء من أمر الدنيا والآخرة لا يوجد شيء إلا وهو في القرآن وهذا هو الحق جلس شافعي يوما فقال صلوني لا تسألوني عن مسألة إلا وأجبت عنها بالقرآن قال له سائل المحرم يقتل زنبورا قال نعم لا شيء عليه قال له أين عذا في الكتاب القرآن قاله قال القرآن وما أعطاكم الرسول فخذوه والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسنة وسنة الخلفاء راشدين من بعد وعمر قال لا شيء على المحرم في قتل زنبور استخرج هذا الحكم من القرآن من قول أمر وقول أمر من سنة الرسول وسنة الرسول قال القرآن وما أعطاكم الرسول فخذوه وما نعرك منه فانتهو بل في القرآن كل شيء يقول ابن أباس أطاعي قال بعيري إذا ضل عني أقدر أن أجده في القرآن حكاية كنت في بعض من الأعمال ماضي فكنا في محل اجتمع في النصارى والمسلمون والصبيان فقال النصراني هو يعلم الأعربية القرآن يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وأنا رأيت شيء ليس بصغير كبير جدا والقرآن ما ذكره قاله صبي وما هو قاله القرآن ذكر مكة قرية وذكر مصر قرية وأنا أعلم قرية أكبر منهما بكثير والقرآن ما أسمعها قاله صبي وما هذه القرية قاله باريس قاله ذكرها القرآن سأريكم دار الفاسقين كنت أنتظر إذا عجب الغلام أجيبه أجيبه الغلام بجواب أحسن من كل جوابه قاله قال الله سأريكم دار الفاسقين هذه باريس ما فرطنا في الكتاب من شيء ما إلى ربهم يحشرون ويقضى بينهم ويقتص للجماعي من القرآن سئل شافعي عن هذه السفن البحرية والبرية من أين ذكرها في القرآن قال شافعي والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويحلق ما لا تعلمون عن هذه السفاين كل دخل فيه ويحلق ما لا تعلمون سئلت عن هذه المسألة في المدينة ذكرت لهم جواب الشافعي وقلت لهم وأنا أرى جوابا ثاني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزل إلى بقدر معلوم والذين كذبوا بآياتنا القرآن صم عن سماعها سماع قبول وبكم عن النطق بالحق في ظلمات الكفر من يشاء الله إضلاله يدلله ومن يشاء هدايته يجعله على صراط مستقيم دين الإسلام كان أبو جهل جالسا يوم فأتاه إبليس وقال له ثُت سنمك هذا وضعه عند الرسول صلى الله عليه وسلم لا لك تسمع منه ما يصرك وكان سنم أبو جهل مرسعا بالجواهر ولواقيته فحمل أبو جهل صنمه وضعه بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم وقال له هذا محمد يستمنا ويسبو آلهتنا ويعيرنا دائما ونحن وعنت إلهنا فلا تغني في ذلك عن شيء فتكلمنا الصنم دخل الشيطان في داخل الصنم وتكلمه قال فصار يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشتم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته فدق عليه الباب آت قال له مرني بما شيت أفعله قال له رسول صلى الله عليه وسلم من أنت قال أنا جني كنت في الأرض السابعة فلما تكلم صنم بين يديك بما تكلم دعاني جبريل أن يأتي وقد قتلت الشيطان الذي تكلم في جوه الصنم وجيتك لتأمر بما شيت قال له رسول صلى الله عليه وسلم ما قوتك قال له أقدر أن أجمع بين جبري أبي قبيس وقوى يقعانا ودمر ما بينهما قال له رسول صلى الله عليه وسلم حسبي الله قال له أرجع إلى محل الصنم فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فصار الصنم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا صنم لا أغني لا أنفع ولا أضر أنا صنم لا إله إلا الله محمد رسول الله أمنوا بمحمد ألحق معه فقضب أبو جهل وكسره وقال صحر محمد كل شيء نعتى صحر الأسنم هذا لو شاء الله هدايته لا هدا ولكنه لم يشاء قل أرائتكم أخبروني إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكموا ساعة القيامة المجتمدة عليه بغطة أتدعون غير الله لا إن كنتم صادقين في أن الأسنم تنفعكم فادعوها بل إياه لا غيره تدعون في شدائد فيكسف ما تدعون إليه أن يكسف عنكم عن الضرر وأنه إن شاء كشفه وتنسون تتركون ما تسركون معه من الأسنم فلا تدعونه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ورسلا فكذبوهم فأخذناهم بالبعساء شدة الفقر وضراء المرض لعلهم يتضرعون يتزللون فيؤمنون فلولا إذ جاءهم بعثنا هل لا تضرعوا إذ جاءهم بعثنا إن لم يفلوا ذلك مع قيام المقتضى له ولكن قصد قلوبهم فلم تلل للإيمان وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون من المعاصي فأصروا عليها فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا وقويفوا به من البعساء والضرع فلم يتعظوا فتحنا عليهم البعب كل شيء من النعم استدراجا لهم حتى إذا فرحوا بما أوتوا فرح بطر أخذناهم أهلكناهم بالعذاب بختة فجأة فإذا هم مبلسون آيسون من كل خير فقطع دابر القوم الذين ظلموا آخرهم بأن استوسلوا والحمد لله رب العالمين على النصر الرسول وإهلاك الكافرين يجب الحمد على كل حال الحمد على السلامة والحمد على هلاك العداء والحمد عند النعم حمد النوح وحمد النوح للسلامة كلا حبيث بالسلام مننا وبركاتنا عليك وعلى أممي من ماك حمد النوح للسلامة والحمد لله رب العالمين أما أمتي محمد فهم الحمدون ثم في الكتب الصالحة بأنهم الحمدون الحمدون رسولهم محمد وأحمد وكتابهم الحمد لله رب العالمين رأسه إذا أكلوا قالوا الحمد لله وإذا شربوا قالوا الحمد لله وإذا لبسوا قالوا الحمد لله وإذا التبهوا قالوا الحمد لله وإذا ماتوا قالوا الحمد لله وإذا بعثوا قالوا الحمد لله وإذا دخلوا الجنة قالوا الحمد لله ورايتهم يوم القيامة اللواء الحمد هذه الأمة الحمدون التي مدهت في التورة والإنجيل هي هذه الأمة والحمد لله رب العالمين إذا أنعم الله على عبده يقول الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا وقع بلاء يقول الحمد لله على كل حال الحمد عند البلاء لأن كل بلاء ولو بلغ ما بلغ من الشدة كان في قدرة الله تبارك وتعالى أن يكون أشد مما هو عليه فإذا يجب عليه الحمد على كل حال ورايتهم أحبروني إن أخذ الله سماكم إن أصمكم الله وأبصاركم أعماكم وختم علاق لذيكم طبع عليها فلا تعرفون شيئا من إله غير الله يأتيكم به بما أخذه منكم بزعمكم لو أخذ الله هذه ثلاثة من أجل نعم الله على عبده القوة الصمعة يقدمه القرآن السماع على البصر دائما لأن لأن تعلق الإيمان بالصمع الشد من تعلقه بالبصر الإنسان يسمع عيات الله ولو كان عما يؤمن بالله ولو لا السماع لما أمكنه الهداية أبدا فالصمع أنفع من البصر هذه القوة السامعة وهذه القوة الباصرة وهذه القوة المدركة القلب نعم ثلاثة لو أخذها الله تبارك وتعالى لا يجد العبد من ياته بها أبدا هنغر كيف نصرف نبين الآيات الدالة على وحدان يسمع منهم يصدفون هم كانوا يعبدون آلهة ولكن لا يقدرون أن يصعموا أن آلهة ممتاتهم بهذا فالعرائتكم أعطاكم أعذاب الله بختة أو جهرة ليلا أو نهارا هل يهلك إلا القوم الظالمون الكافرون أي ما يهلك إلا هم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين من آمن بالجنة ومنذرين من كفر بالنار فمن آمن بهم وأصلح عمله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة والذين كذبوا بآياتنا يمسوموا العذاب بما كانوا يفسقون يخرجون عن طاعته قل لهم لا أقول لكم أني خزائل الله التي منها يرسق ولا أعلم الغيبة لا أقول لكم أني أعلم الغيبة ما غاب عني ولم يحى إليه ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة إن أتبع إلا ما يوحى إليك قل هذا يستوي لعمال كافر والبصير أفلا تتفكرون ذكر في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعي أن عنده خزائن الله ولا يدعي أنه ملك فالدعوة قبيحة وإن كانت صحيحة لا أقول لك لا أقول لكم هذا لا يدل على أنه ليس عنده لا أقول لكم إني ملك وإن كنت أجل قدرا من الملائكة إن أتبع إلا ما يوحى إليك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا ما يوحى إليك وهذا يوافق قوله وما ينتق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى بهذا تمسك بعض الألماء الذين قالوا أن الرسول ليس له الاجتهاد أنه لا يجتهد إن أتبع إلى ما يوحى إليك وما ينتق عن الهواء إن هو إلا وحي يوحى إليك إن هو إلا وحي يوحى والصحيح أنه له أن يجتهد وإذا اجتهد يكون من جملة الوحي بدليل آيتي فحكم بين الناس بما أراك الله كل ما أراه الله إذا اجتهد ورأى رأيا يكون مما أمر الله به في القرآن وهو اجتهاد وحي فصدق من قال أنه يجتهد ومن قال أنه لا يجتهد إن يتبع إلى ما يوحى إليك فمنهم من أبطل القياس فالحكم شرع القرآن والسنة فقط والقياس أتت به آية أخرى فإن تنسعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله وإلى أولي الأمر منكم ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستمطونه منهم أفلا تتفكرون في ذلك وأنذر به بالقرآن الذين يحافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه غيره ولي ينظرونهم ولا شفعون يشفعوا لهم لعلهم يتقون بإقلاعهم عماهم فيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير دون وجهه سبب النزول هذه الآية أن الكبراء المشركين أتوا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه صلى الله عليه وسلم جالسا مع عمار وبلال وصحيب وصلمان الفارسي وقراء المسلمين أهل الصفة فقال خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أما تستحي أن تجالس هؤلاء اتردهم إن أحببت أن نؤمن بك ونجالسك قال رسول معنا بطارد المؤمنين قال إذن تحذنا مجلسين مجلس تجالس فيه الفقراء وإذا جئناك تعزيننا نحن في مجلس وحداً أعطانا ثبب إن شئت أنت تجالسهم فقال أمر لرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقبل منهم هذا لينظروا هل يهتدوا أم لا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم ذلك رغبة في هدايتهم فقالوا مر من يكتب لك كتابا بذلك فدعا عالياً وأراد أن يكتب فنصرد هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشيري دون وجه لا شيء من أعراض الدنيا وهم الفقراء وكان المسركون طعنوا فيهم وطلبوا أن يطردهم لإجالسه فقال أمر أعتذر إليك يا رسول الله أنه أشار إلى قبول هذا الرأي وهذا نوح عليه الصلاة والسلام لما أمره بطرد ضعفاء المؤمنين قال معنا بطارد المؤمنين ورسول صلى الله عليه وسلم أولاً أجاب معنا بطارد المؤمنين ولكن لسعات رحمته لما طلبوا منه أن يجعل المجلسين رغبة في إسلامهم ما لا إله ذا الرأي حتى نعه الله تبارك وتعالى وهذا لا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم خالفة أو أنه غير معصوم لقوله في آخر الآية فتطردهم فتكون من الظالمين لأنه ما أعصم على طردهم إنما أعصم على مدارة هؤلاء وهو يقول بعثوا مدارياً فالداروا فلما نسلت الآية طرد النبي صلى الله عليه وسلم المسركين وصمم على مجالسة الفقراء ما عليك من حسابهم هم قالوا هؤلاء ليسوا صادقين في إسلامهم إنما هم فقراء يعيشن بمجاورتك فقط من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين إن فعلت ذلك الناس على أقصام أبناء الدنيا يريدون الدنيا فقط ومن يرسوا بالدنيا نوتي منه ومعله في الآخرة من نصير وأبناء الآخرة يريدون الآخرة ومن أراد الآخرة وصعدا صعيها ومؤمن وأولئك كان صعيهم مشكورا وعلى الله يريدون وجه الله تفارك وتعالى لتطرد الذين يدعون ربهم بالغضاة والعشي يريدون وجهه لا يريدون الدنيا ولا أخرى الحواص اجتذبهم الحق من يد الدنيا فخصهم للآخرة وأما خواص الحواص فصلبهم الدنيا والآخرة واختصهم لمشاعدة وجهه الكريم ومأهل الله وكذلك فتنا ابتلينا بعضهم ببعض إن الله تبارك وتعالى باين بين الحضوذ فجعل شريفا ووضيعا وغنيا وفقيرا فتنة فتنا بها بعضهم على بعض الشريف والغني إذا شكروا الله تبارك وتعالى وتواضعوا للفقير والوضيع كان ذلك شكرا منهم وإذا تكبروا وحرموا حق المسكين فقد بطلوا نعمة الله والوضيع والفقير إذا حسدا فما شكروا وإن صبروا فقد شكروا نعمة الله تبارك وتعالى الناس غني شاكر أو فقير صابر تلفوا في أيهما أفضل قيل الغني شاكر وقيل الفقير صابر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الفقراء من المسلمين ذهبت إخواننا الأغنياء بجميع الخيرات عنا يصلون كما نصلي ويصومنا كما نصوم يحجون كما نحج ويجاهدون كما نجاهد ويتصدقون بفضل أموالهم ويعتقون الرقاب ونانوا ليس عندنا شيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن الله منفلة في الجنة ما يسكن فيها إلا نبي فقير أو شهيد فقير أو مؤمن فقير وإن فقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء من خمسمائة عام نصف يوم من أيام الأخيرة وقلوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من قال هذا منكم إن تصدق أحد مثل جبل أهود ذهبا ما لاحق بأجره ففرحوا وذهبوا وصاروا يذكرون هذا وغدا رجعوا إليه الأغنياء لما بلقهم ما لقى لنا ذكروه معنا قال ذلك فضل الله ليقولوا شرفا والأغنياء المنكرين أهولا من الله عليه من بيننا بالهداية لو كانوا معهم عليه هدى ما سبقنا إليه قال تعالى اللي صلى الله بعلم بالشاكرين بالشاكرين له فيهديهم بلى وإذا جاءك الذين يمنون بعياتنا فقل سلام عليكم كتب قضاء ربكم على نفسه الرحمة إن الله تبارك وتعالى بشر هذه الأمة بأنه كتب على نفسه الرحمة يقول رحمتي سبق الغضب أنه إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ارتكب معفية بجهالة جهالة جهالتين جهالتان جهالت ضلالة كجهالت الكفار وجهالت جهولية جهالت الخواص الكفر الجهل جهلان جهل بالله وحقوق ألوهيته الموجب خلود صاحبه في النار والجهل الذي هو عين المعرفة بالله هو الجهل بكله ذاتي من حيث ما هي هي الموجب لخلود صاحبه في الجنة وحمل الانسان إنه كان ظلما جهلا فإذا من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تعب رجع من بعده بعد عمله وأصلح عمله فإنه الله غفور له رحيم به فإذا جاء الذين يومون بآلتنا فقل سلام عليكم هذا السلام هو التحية بين المسلمين فيما بينهم في الدنيا وبه يسلم عليهم الملك إذا دحلوا الجنة سلام عليكم تبتم حتى يسلمه يسلم عليهم رب سلام قولا من رب رحيم كتب على نفسه رحمة أول ما أوجد الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب نطق القلم ماذا أكتب اكتب ما هو ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فصار يكتب اكتب نوح عليه الصلاة والسلام إني سأرسله إلى قومه فمن آمن به أطفته الجنة ومن كفر به أكتب إبراهيم كذلك أكتب موسى كذلك عيسى كذلك أكتب محمدا فكتب محمدا فقال أرسله إلى أمته فمن آمن به أدخلته الجنة ومن كفر به نطق الجليل تأبدب يا قلم هذا الحبيب فارتعد القلم وحتى أشق فصار القلم لا يكتب إلا إذا شق فقال ماذا أكتب قال أكتب أمة محمد أمة مزنبة وأنا رب غفور ورحمتي سبقت فيهم غضب الحمد لله كتب على نفسه رحمة هذا معنى كتب على نفسه رحمة وكذلك نفسر نبين لآيات القرآن القرآن ليظهر الحق فيؤمر به ولتسترد ولتسترد تغهر سبيل المجرمين طريق المجرمين فتجتنب قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون تعبدون من دون الله قل لا أتبع أهواعكم في عبادتها فضللت إذن إن اتبعتها ومعنا من المهتدين قل إني على بينة بيان من ربي وكذبتم وقد كذبتم به بربي حيث أشركتم ما عندي ما تستعجلن به فسألوه أن ينفل العذاب عجلا أجاب ما عندي ما تستعجلن به من العذاب إن الحكم في ذلك وغيره إلا لله يقص يقول الحق وهو خير الفاصلين كالحاكمين قل لهم لو أن عندي ما تستعجلن به لقضي الأمر بيني وبينكم بأن أعجله لكم وأسترح ولكنه عند الله والله أعلم بالظالمين متى يعقبهم وعنده تعالى مفاته الغيب خسائنه أو طرق المبسلة إلى عمل إلى علمه لا يعلمها إلا هو لا يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى وإن الخمسة التي في قوله تعالى إن الله عنده علم ساعة الآية ذكر في هذه الآية أن مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو ومفاته الغيب فصرح الحديث بآية القمان وعنده مفاته الغيب لا يعلمها إلا هو إن الله عنده علم الساعة وينزيل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب قدن وما تدري نفس ينزيل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب قدن وما تدري نفس دائع أرض تموت كل هذا يلمه عند بعض عباد الله تبارك وتعالى بعلم الله يقول شاه عمت جاني رضي الله عنه أنه إذا مات ودفن حتى انتفخ واستخرج وسئل عن هذه الحمسة لأخبر بها ويعلم ما في البر القفار والبحر القراء وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رط ولا يابس إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ وهو الذي يتوفاكم بالليل يقبض أرواحكم عند النوم ويعلم ما جرحتم كسبتم بالنعار ثم يبعثكم فيه في النعار برد أرواحكم ليقضى أجل مسمع هو أجل الحياة ومرجعكم إليه ثم ينبئكم بما كنتم تعملون فيجاسيكم وهو القاهر مستعليا فوق عباده قاهرهم ويرسل عليكم حفظة ملائكة تحصي عمالكم حتى إذا جاء أحدكم الموت أسبابه توفته رسلنا توفعه الملائكة الموكلون بقبض الأرواح وهم لا يفرطون لا يقصرون فيما يؤمرون به الله تبارك وتعالى خلق الخلق بلا وسطة والخلق اتحذوا وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى فجاساهم على ذلك فوكل ملكا يحبض أرواحهم هو كما خلقهم أولا بلا وسطة كان قادرا على أن يتوفعهم بنفسه بلا وسطة ولكن لما جعلوا الوسائط احتجبوا بالوسائط جاساهم على ذلك اتحذوا وسيلة وسطة عند موتهم ومن أباد الله المكرمين يعلن الله إياكم منهم من يتولى الله قبضا روحه بالعواسطة الملك تكريما له الإنسان أجله مكتوب وملك الموت هو المبكل على قبض أرواح البشر دائما الديوان الذي فيه أسمع البشر بين يديه ينظر إلى اسم كل أحد فإذا مرض الشخص نظر إلى اسمه فقد يغبر وإذا وإذا محى تماما علم أن أجله انقضى وإذا محى وبقي المحل كتبه بياضا علم أن هذا الذي انقضى أجله مؤمن فيأمر ملكا بيمينه أنه يقبض الروح فلان وليرفق به فهو مؤمن إذا محى الاسم وسقط الورق كل نفس له ورقة من سدرة المنتهى وإذا محى الاسم وبقي أسود علم أن الذي انقضى أجله كافر بالله فيأمر ملكا بشماله يأخذ الروح هذا الكافر بعنف جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمر به ملك الموت قاله إن الله أمرني بقبض روحي فلان قاله النبي صلى الله أرفق به فهو مؤمن قاله طب نفسا فإني أرفق به هذا معنى قوي والنازعة غرقا وناشطاط نستن هو له ملك الموت له بكلاء على قبض أرواح والله تبارك وتعالى حقيقة هو القابض للأرواح فلهذا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم وقال هنا توفته رسلنا ومرة أخرى الله يتوفى لأنفس هنا موتها القابض حقيقة هو الله تبارك وتعالى ويوكل الملك الملك إذا أمر بقبض الروح عبد يقبضه وعبد لم يمر بقبض الروح هو عاجز لتعرض له والعبد الله تبارك وتعالى وكل عليه ملائكة يحرس يحرس واحد عن يمينه واحد عن سماله واحد بين يديه واحد خلفه والحافظ لذلك يكتباني كلما ما قدم من عمل صالح أو صيء ومن غلبة رحمته رقيب على يمين الإنسان وعتيب على يساره ورقيب هو الأمير على عتيب إذا عمل حسنة عمر بكتبه بكتبها عشر عشر مرات أو أكثر إلى سبعمائة وإذا عمل سيئة لا يكتب عتيب إلا إذا عمره الرقيب يقول أمهل أمهله ست ساعات انتاب أو استخبر أو عمل خيرا فلا تكتب فإذا مضى ست ساعات ولم يستخبر حبد ولم يعمل خيرا قالوا اكتبها مرة واحدة يقول رسول ويل لمن غلبت أحده عشره الحسنة بأعشر أمثالها والسيئة لا تكتب إلا سيئة واحدة وإذا استخبر في مدة ست ساعات لا تكتب فمن غفل هتأصرت هذه الأعحاد أكثر من هذه العشرات فهو غافل والله الموفق ثم اردو إلى الله مولاهم الحق معركهم الحق الثابت العرل لي جاسيهم ألا له الحكم القضاء النعفذ فيهم وهو أسرار الحاسبين يحاسب الخلق كلهم في قدر النسر النعار من أيام الدنيا بحديث بحديث بذلك سئل سيدنا عليهم كيف يحاسب الله الخلق في نسر النعار قال كيف يخضرهم في نسر النعار يخضرهم كلا ولا يعجز ذلك به قل هو القادر على أن يبث عليكم عذابا من فوقكم الله قادر على أن يمطر على الأمة بهجارة من السماعة أو صيحة أو من تحت أرجلكم كالخص أو يلبسكم يحلثكم سيان فرقا مختلفة الأهواء ويذيق بعضكم بعض بعض من قتال لما نثل هذه الآية قال الرسول صلى الله عليه وسلم عذابا من فوقكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بوجهكم فقال من تحت أرجلكم قال اللهم إني أعوذ بوجهكم فلما قال أو يلبسكم سياعا ويذيق بعضكم بعض بعض قال اللهم إني أعوذ بوجهك قال جف القلم مطل قدر على ذلك فقال الرسول هذا أهوان وعسر فلهذا لا تسال الأمة مختلفة يذيق بعضهم بعض بعض ابتدأ في قتل عثمان النعفان رضي الله وآل مجر هذه سلطان الألوهية إذا تعلق بشيء لا يرده نبي مرسل ولا ملك مقرب أجل الأنبياء مقاما عند الله ثلاثة محمد وموسى وإبراهيم إبراهيم لما أراد الله هلاك قوم لوثم وعراد أن يشفع فيهم يا إبراهيم آرد عن هذا أنه قد جاء أمر ربك لم ينفى فيه الخليل وموسى لما كان العرب في جاهل يتيم لا يعرفون إلها ولا رسولا وكانوا يقاتلون بني إسرائيل وفيهم جد النبي صلى الله عليه وسلم فنوى إسرائيل في ذلك زمنهم هم مسلمون وهؤلاء كفار في جاهليتهم لكن فيهم من هو جد المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد موسى أن يدوى على هؤلاء الأرب فسجر من الحضرة أنه لا يدوى عليهم سلطان وظهر والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعث بعض قال اللهم يمعوذ بوجهك قال جر القلم انظر كيف نصرف الآيات الدالة على قدرتنا على علمهم يفقهم وكذب به القرآن قومك وهو الحق السطح قل لست عليكم بوكيل بجبار فوجازيكم إنما أنا منذر وعمركم إلى الله هذا قبل القتال قبل الأمر بالقتال لكل النبي خبر مستقر وقت يقع فيه وسوف تعلمون تهديد لهم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا القرآن بالاستهزائ فعرض عنهم لا تجالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسي أنك شيطان حملك على النسيان فقعت معهم فلا تقوم بعد ذكره إذا تذكرت فلا تقوم معهم مع القوم الظالمين وقال المسلمون إن قمنا كل ما خاضوا لم نستطع النجلس في المسجد وأن نطف فنصلوا ما على الذين يتقون الله من حسابهم الخائضين من شيء إذا جالسوهم ولكن عليهم ذكرى تذكرة لهم ومعوضة لا لهم يتقون الخوض وذل الذين تخذوا دينهم الذي كلفوه لعبا ولهوا باستهزائهم به وغردهم الحياة الدنيا فلا تتعرض لهم هذا قبل الأمر بالقتال وذكر به القرآن أن تبصل نفس أن تسلم نفس إلى الهلاك بما كسبت عملت ليس لها من دون الله غيره ولي ناصر ولا شفيع يمنع عن العذاب وإن فعدل كل عدل تفدي كل فدا لا يوخذ منها ما تفدا به أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم ماء بالغ نهاية الحرارة وعذاب عليم مؤلم بما كانوا يكفرون بكفرهم قلنا قلنا أن نعبد من دون الله ما لا ينفعنا بأبارثي ولا يضرنا بالتركاء هو الأسلام ونرد على عقابنا نرجع مشركين بعد إذ هدنا الله إلى الإسلام قل يستهوده أضلده أضلده شياطين في الأرض حيران متحيرا لا يدري أين يذهب له أصحاب الرفقة يدعونه إلى الهدا ليهدوه طريق ويقول له إيجنا فلا يجيبهم فيهلك قل إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى وما عداه ضلال وأمرنا لنسلم بأن نسلم لرب العالمين وبأن عقيم الصلاة والتقوه التقوه تعالى وهو الذي إليه تحشرون تجمعون يوم القيامة للحساب هو الذي خلق صمواتي والأرض بالحق المحق واذكر يوم يقول لشيء كن فيكون وذلك شيء ويوم القيامة يقول للخلق قوموا فيقوموا قوله الحق الصدق الواقع لا محالة وله الملك يوم ينفق في الصور القرن نفقة الثانية من إسرافين لا ملك فيه لغيره لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عالم الغيب هو الشهادة ما غاب وما الشهيد وهو الحكيم في حلقه الخبير لبراطم الأشياء كظاهرها سئل الرسول صلى الله عليه وسلم مصور قال قرن خلقه الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام وفيه ثقبة كل الروح من جميع الحيوانات وإذا أراد الله انقراض هذا الخلق يأمر الملك يأمر الملك بالنفخ في الصور فينفخ في الصور ففسر من في السماوات ومن في الأرض فينفخ ثانية فالصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله فينفخ ثالثة فيبعث الله كل من كان قد مات حقيقة النفخة ثانية نفخة الصعق الذي يموت منه جميع الخلائق ونفخة البعث قال الرسول صلى الله عليه Alexander ما بين النفخة Organization قال البي هوريض أربعون سنة قال أبيب أربعون شهرا قال أبيب أربعون يوما قال أبيب يعني أبا عن تفسيره يعني النبي ما خسره بين النفخة أربعون إن كان أربعون سنة أو أربعون شهرا أو أربعون يوما الله علم إذا نفخ في الصور حتمات جميع والخلائق يبقوا أربعين نياما اضطر عليهم السماو الماء المني فينبتون تنبتوا أجسادهم في تلك المدة حتى إذا نفخ ثانية بوعثوا فلأذا يقول يا ويلة سلام من باعثنا من مرقدنا إلى من شاء الله سيأتي تفسيره أنه الحور الحين أو الملائكة الأربعة الأربعة جبريل وميكايل وإسرافيل وإسرائيل هم آخر من يموت كما سيأتي وإذا نفخ ثانية وإذا بعد بعث نبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عن الأرض فأستوي جالسا فأكلم أبو بكر ويقوم وأكلم أمر رسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يبعث جميع الخلائق يرسلوا جبريل وخادم الجنة والبراق وخدام معهم آتوني بحبيبي على يوم القيامة يبدلون يقولون جبريل أنت لذي تعرف طريق المدينة لأنك ترددت إلىها كثيرا ويقولون جبريل إلى بقات رسول صلى الله عليه وسلم ويقضون النبي صلى الله عليه وسلم ويكسونه ويركب دابته ويذهب إلى الله تبارك وتعالى وبعد ذلك ينفق في السور ويبعث جميع الخلائق ويحشره إلى المحشر ويأتي هديث بعث والشفاعة بطوله واذكر إذ قال إبراهيم لأبيه آثرة هو لقبه واسمه طارح أتتخذ أصناما آلهة تعبدها استفام توبيخ إني أراك يا آثر يا آثر وقومك باتخاذها في ضلال عن الحق مبين إبراهيم يكلم أباه آشرة ينهاه عن عبادة الأصنام وهذا ينافي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه قلبه الله في أصلاب المؤمنين والمؤمنات من آدم من شيشة إلى إبراهيم إلى إسماعيل إلى عدنان إلى عبد الله وآمنة ما ولد من صفاح بل من نكاح صحيح قال ابن عباس كتبت لنبي صلى الله عليه وسلم 500 أجداد ما رأيت فيهم كفرا كيف يتفق هذا مع كونه من دورية إبراهيم وإبراهيم يقول هذا لأبيه وجيب بأجوبة مردين أجاب وقرآن يؤيد كون أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم مسلمين بقوله وتقلبك في السعيدين أي في أصلاب المصلين أحسن ما أجاب في ذلك ما أجاب به شيخنا في جاني رضي الله قال آثر عم لإبراهيم وفصاحة القرآن تعطي هذا الإنسان أبوه الذي يلده لا يقول له أبي فلان يقول أبي فقط وإذا قل أبي فلان معناه العم فقط إذن لو كان آثر أبو إبراهيم لا اكتفى بقبله وإذ قال إبراهيم لأبيه فقط لأبيه آثر هذا أب آخر وغير الأب إن كان إن صح هذا فقد ظال الإشكال وإلا فالممنوع من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم السفاح وأن ينشع نور النبي صلى الله عليه وسلم لغير عقل النكاح وأنكهة الكفار صحيحة إذا صحيحة شراءة الإسلام الحاصل آثر هذا خطبه إبراهيم التخذ أصنا من آلهة إني عراك وقومك في ظلال مبين قال هذا الكلام هو ابن ستة عشر شهرا فلما جنى عليه الليل رأى كوكبا إبراهيم رأى النمر نارا خرجت من بعض دور وحرقت مملكته سأل المنجمين عن هذه الرؤية قال له إن مولودا يولد من أولا الناس يكون سببا لذهب ملكك فقال إذا لا يذهب ملكي أبدا فعصد الرجال عن النساء ومنع من أن ياتي رجل امرأته فصار الرجل لا يرى مرأته إلا في أيام الحيض كانوا يجتنبون النساء في زمن الحيض كل من حاطت مرأته وذن له في دخول عليها فوافق أن أرض حاجة لنمره وأرسل والد إبراهيم وكان وسيرا له أن يثب إلى البلد ويقضي له حاجته وإياه أن يقرب من مرأته قاله أن أحرس على ملكك منك لا أقرب منها أبدا فلما دخل القرية وقضى حاجة الملك دخل على المرأة فسيّمها الله في عينيه فلم يملك نفسه وحتى وقع عليها فحملت بإبراهيم فلما حملت بإبراهيم أخفى الله الحمل كلما كبر الحمل صغر البطن لم يظهر عليها أمارات الحمل حتى آن وقت نفاسها ففرد إلى الفرات فدخلت مغارة كان عينا غارت ووضعته فيه حيذا هو إبراهيم وسترد فمل غارة بحجر ورجع إلى القرية وطحرد في الهيني حفظا من الله تبارك وتعالى فصارت تردد إليه تجد إبراهيم ترضع من أصابعه ماء من هذا الأسبوع لبن من هذا عصر من هذا دهن من هذا تمر من هذا وينبت في اليوم كما ينبت الولد في السنة وبعد ستة عشر شهرا صار شابا قويا أتت أمه لما نظر إليها إبراهيم قالت يا أمي من ربي قالت ربك أنا ومن ربك أنت ربي أبوك ومن رب أبي النمرود ومن رب النمرود فرد وجار إلى زوجاء أخبره الخبر قالت له إن المولود الذي كان يخاف منه هو والذي هذا تعال حتى تسمع منه فأتى أثر إلى إبراهيم قال له يا أبي من ربي قال ربك أمك ومن رب أمي أنا ومن ربك أنت النمرود ومن رب النمرود لطمه وذهب عنه فصار ينظر فيه يحب أن يعرف ربه فلما جنى الليل فلما جنى عليه الليل أخرجوه من المغارة هذا أول رؤيته لسماعه رأى كوكبا هي الزهرة قال لقومه وكانوا نجامين هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين أنا أتخذهم أربابا لأن الرب لا يجلس عليه تغير فلما رأى القمر باسقا طالعا قال هذا ربي فلما أفل قال للم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين ولما رأى شمس باسقة غدا رأت الشمس هذا أول رؤية لها قال هذا ربي هذا أكبر أكبر من الكوكب والقمر فلما أفلت غربت قال يا قوم إني بريء مما تشركون بالله من الأصمام والأجرام المهدثة إني وجهت وجه للذي فطرت السماوات والأرض حنيفا ومعنا من المسيكين وكذلك كما عريناه إضلال أبي نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إبراهيم قطب توحيدي ما ذكره الله تبارك وتعالى إلا هو برأه من الشرك لما؟ لأنه قال هذا ربي ولو كان يقصد أن النجم ربه هذا الشرك ولكنه لم يقصد النجم كان في ذلك الوقت مسترقا في التوحيد لا يرى غير الله تبارك وتعالى لما رأى النجم قال هذا ربي قلت لو كان يقصد النجم لقال ذلك لأنه بعيد منه ولقال في شمس تلك لأنها أنثى ولكن في كل المرات قال هذا ربي ربه أقرب إليه من هذه الأشياء يقصد رب الحقيقية فلهذا كلما ذكره الله قال له ما كان من المشركين فنياء في التوحيد وفناء الأنبياء لا يمكثوا طويلا كذلك المحمديون إذا أراد به الله بعبد أن ينتفع به غيره يفنيه ويقيه في الحين في يرجعه إلى حسه فينتفعه من غيره إبراهيم قال هذا ربي عندما رأى الكوكب عندما رأى القمر عندما رأى شمس صحى يا قوم إني بريم مما تشركون إني وجهت ووجهت فطر السماوات والأرض حنيفا ومعنى من المشركين وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ذكر أن إبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض ملكوت ما خفية والملك ما ظهر الغيب والشهادة الدنيا والآخرة الحس والمعنى الظاهر والباطن الخلق والأمر الملك أن يشعى ربي سأه إذا شعى ربي سأه من المكره يصيبني وسعى ربي كل شيء ألم وسعى علمه كل شيء أهلا تتذكرون هذا فتؤمنون وكيف أخاف ما أشركتم بالله وهي لا تضر ولا تنفع ولا تخافون أنتم من الله أنكم أشركتم بالله أنتم تهددوني بالخوف من آلياتكم وأنتم لا تخافون الله ما لم ينثل به بعبادته عليكم سلطانا حجة وبرهانا وهو القادر على كل شيء فأي الفريقين أحق بالأمن أن نحن أم أنتم إن كنتم تعلمون من الأحق به نحن أم أنتم نحن قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا يحلطوا إيمانهم بالظلم بالشرك أولئك لهم اللمن من العذاب وهم مهتدون ذكر الأمن في هذه الآية وذكرها في آية أخرى أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون وهنا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم اللمن وهم مهتدون إذن الأمن أمناني أمن أهل القهر والخسر خالفوا أمر الله وما تقربوا إليه ومع ذلك أمنوا هذا الأمن مكر صاحبه يعون إلى الخسران وأمن أهل اللطف الذين وصلوا إلى حضرة ربوبية فآمنوا إيمانا كاملا ليس فيه الشرك الظلم الشرك فصررت آية أخرى يا أبونا إلى الشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أولئك أمنوا أخبر الله بأنه أمنوا وأمنهم لم يمنعهم من الهداية الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم 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 ومهتدون تجد من الأنبياء والأولياء من يتحقق بسعادته وفوثه ودخوله الجنة وليس هذا أمن من مكر الله لأنه وليس في مرتبة وليس في مرتبة ذلك الأمن هدينا من قبل أي قبل إبراهيم ومن ذريته داود وسليمان ابنه وعيوب ويوسف ابن يعقوب وموسى وحارون وكذلك كما جثنا أمن نجس المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى ابن مريم هذا يفيد أن ذريته تسمعه الأولاد البن وإلياس ابن أخي هارون أخي موسى كل من الصالحين وإسماعيل ابن إبراهيم وليساء ويونس ولوطن ابن هاران أخي إبراهيم وكل منهم فضلنا على العالمين بالنبوة ومن آبائهم وزرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم اخترناهم وهديناهم إلى صلاة المستقيم ذلك الدين الذي هدو إليه خد الله يهدي بي ما يشاء من أباده ولو أشركوا فرضا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك لذين عادنا الكتابة بمعنى الكتب والحكمان حكمة والنبوة فإن يكفر بها بهذه ثلاثة هؤلاء أهل مكة فقد وكلنا بها أرفضنا علىها قوم ليسوا بها بكافرين من مهجرنا والانصار أولئك الذين هاد الله هداهم الله فبهداهم طريقهم من التوحيد والصبر اقتده اقتده بهم جميعا يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه الآية الدل الدليل على قبلك الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الانبياء والمرسلين ذكرهم الله كلا وكلهم لهو خصدة حميدة فاقفها هم تخلقوا بجميع الأخلاق الحميدة ولكن كلهم تفرض بخصدة شهر بها فكانت داود وسليمان من أهل الشكر وما ملكان جمعوا بين المملكة والنبوة فشكر الله تبارك وتعالى هم أهل الشكر وأيوبا من أهل الصبر وموسى من أهل المعجسات الباهرات وزكريا ويحيا وعيسى من أهل الزهد في الدنيا لما تخلقوا بهذه الأخلاق الكلا ويوسف كان جامعا بينهما في بدايته الصابر وفي نهايته الشاكر فأمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم جميعا هذا دليل أنه أفضل منهم جميعا لأنه تجمع فيه ما تفرق فيه قل لا أسألكم عليه من القرآن أجرا إنه هو إلى ذكر أوثم للعالمين دنس والجن ما قدر الله قدره نصل في مالك بن الصيف أرسله اليهود إلى رسول صلى الله عليه وسلم لمكة فلما جاء جادل النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أناشدك بالله هل قرأت في التوريتي أن الله يبغد الحبر السمين قال نعم قال أنت حبر سمين فقضب فقال ما أنصر الله على بشر من شيء فلما رجع لامعوا اليهود قال أخضبني أبو القاسل فقلت هذا قال أنت إذا قضبت تكفر بالله وتكفر بما أنصر الله وعسلوه عنه وعسلوه كان هو شبرهم وعسلوه وولو مكانه كعبي من ذاشرة شر منه وما قدره أي اليهود الله حق قدره ما عظمه حق عظمته أو ما عرفه حق معرفته إذ قالوا لنبي ما أنصر الله على بشر من شيء إن لم يقولوه لا جواب غيره ثم اذرهم في خوضهم باطلهم يلعبون وهذا القرآن كتاب أنثلناه مبارك كثير البركة كثير الخير لمن أعمن به وشر لمن كفر به ومن بركته بقاء الدنيا ونبات الأرض وأمطار السماء ما دعم القرآن فإذا رفع القرآن تأتي ريح لينة فيموت بها كل مؤمن ويبقى كفار فبقاء الخير في الأرض مدة بقاء القرآن فيها كتاب مبارك هو هذا القرآن مبارك يدعو الأوام إلى ربهم ويهدي الخواص إلى ربهم ويوصل خواص الخواص إلى ربهم وهذا القرآن بركته ظاهرة فمن قرأه نال أجرا عظيما ومن استمع لقراءته كذلك ومن أمسك المصحف بيده وجد بذلك ثوابا توفي رجل المسلم فدثنا وكان صالح في جماعة الذين حضروا دفنه فلما انصرف الناس سمعت صالح ضربة شديدة فخرج الكلب الأسود فخطبه الصالح قالوا من أنت قال أنا عمله السيء وما ضربة التي سمعت عليك وقعت أو عليه هو قال بل علي أنا أردت أن أخطرن به فضربتني سورة من القرآن كان يقرأ وطردتني من القبر والقرآن يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حصنات لا أقول لكم ألف لام ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف فلما فلما اشتهر القرآن بالبركة والدعاء مسلمة الكذاب قرآن يعرض به القرآن أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسلمة رسول الله إلى محمد رسول الله إلى الأرض سورة من القرآن يقول إن أعطيناك الجواهر يحب أن يعرض سورة الكوثر رسل لربك وجاهر وهذا على ركاكة ألفاظها كذب الجواهر لا تعدل الكوثر والجواهر ما علمنا بجواهر أعطاء الله والرسول في الدنيا وأي مقارنة بين الجواهر والصلاة فلما جاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لو لا أنا الرسول الملوك لا تقتل لقد قتلتكم آخركم فأتوا إلى مسلمة قال له ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما مرض صبي من صابه يأتو نبي ويقرأ عليه القرآن ويشريه الله على نام أتوا من المرض إذا أتوا مرض وطلاء عليه كتابه ويموت في الحين وإذا أتوا بأرمدة يعمى في الحين محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ يدفل فيما ملح فيكون عزبا كلما أتخل في بير غار البير ليس هذا الكتاب المبارك مصدق الذي بين يديك منفر على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة 23 سنة كلما نصلت آية كتبها على الأحجار وعلى أوراق السجر وعلى الأظام ومع جميع القرآن وحفظ القرآن في زمن النبي ثلاثة من أصحابه فلما توفي رسول صلى الله عليه وسلم وغفى أبو بكر اليمامة واشتشد جماعة من حملة القرآن دعا أبو بكر عمر بن الخطاب وقال له إني أرى أن يجمع على القرآن ويكتب لأن الشهادة تثرت فيها حملة القرآن إذا وقع هذا مرة ثانية انقرض من يحمل القرآن وأخاف من أن يرفع عن القرآن قال له أمر إذا حملتني جبال الاتهامة فهي خفيفة علي ولكن شيء ما فعله الرسول لا سبيل إلى قبولي صارى أبو بكر يقسم له فتاء نار الله قلب أمر فرأى ما رأى أبو بكر فدعا زيدن ابن ثابت كان كاتب النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل كل عامين يعرضوا القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عام وفاته عرضا له القرآن مرتين وكل كل بحضرة زيدن ابن ثابت دعاوا الخليفتان وقالوا له نأمرك أن تكتب لنا القرآن قال لهم جبال اتهامتك أهون علي من أن أفعل شيء ما فعله الرسول بالتنا أقسم له شيخانه حتى نبور الله وقلبه فقبل منهما فصاروا يقولون زيدن هو الذي يتولى الكتابة ولا يكتب آية إلا إذا شهد عليها عضلان فصاروا يكتبون كلما كتب آية الحقها بمحلها في سورته في سورتها أوقفوا بين أيديهم يوم وقال لهم أقمت شهادة هذا مقام شهادتين فكتبوا آية لقد جاءكم إلى آخر السورة فتم المصحفه غير مرتب فكان عند عبد بكر فلما توفي كان عند عمر فلما توفي عمر كان عند حفظته لما توفي عثمان وكان من حملة القرآن أخذ هذا الذي جمعه ورتبه على نظام القرآن من أول البقرة إلى آخر القرآن بهذا المغم الذي في المصحف اليوم عثمان هو الذي جمعه هكذا بإجماع من الصحابة فكتب سبعة مصاحف مصحف كان بيده هو الإمام ومصحف به إلى مكة ومصحف به إلى الكوفة ومصحف به إلى مصر ومصحف به إلى بغدار ومصحف به إلى الشام ومصحف به إلى المغرب رأيت للمصحف المغرب والذي وصل إلينا رأيت بالعام الماضي أو منذ عميني رأيت إلى قاهرة رأيت مصحفا بخط عثمان وجير للعنبي قاهرة ومصحفا بخط عليم ما كنت أعلم أن هذا الدنيا أبدا مصدق الذي بين يديه قبله من الكتب ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يمنون بالآخرة يمنون بيهم على صلاتهم وحافظون خوفا من عقابها ومن الله ممن استرعى لأي كذبا بالدعاء النبوة كمسلمة الكتاب أو قال أحيي إليا ولم يوحى إليه شيء نسعد في مسلمة الكتاب ومن قال سأنزل في السماء أنزل الله وهو المستهزئون لو نشاء لقنا مثل هذا ولو ترعى محمد الله علمنا في قمرات الموت فقرات الموت والملائكة تباصل وعيديهم إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفا أخرجوا أنفسكم إلينا لنقبضها اليوم تجثونا عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بدعو النبوة والإحاية كذبا وكنتم عن آياتي تستكبرون تتكبرون لو رأيت هذا لرأيت أمرا صويا ويقال لهم إذ بائث لقد جئتمنا فرادا منفرجين عن الأهل والمال والولد كما خلقناكم أول مرد حفاتا وراتا وغرلا وتركتم ما خولناكم وعطيناكم وراء ظهوركم في الدنيا لغير اختياركم ويقال لهم توبيخا ما نراماكم شفاعاتكم من أهل الأتمام ألنظامتم أنهم فيكم في استشقاق عبادتكم شركاء لله لقد خطاب عينكم واصلكم تستط جمكم والضل ذهب عنكم ما كنتم تصمون في الدنيا لقد جئتمنا فرادا طريق التوحيد طريق المعرفة تجريد والتفريد والتوحيد تجريد عن جميع الخلايا والتفريد تنفرد عن كل أهل ومال وولد والتوحيد يبقى الله وحده بالقلب لا شريك له البداية في النهاية والنهاية في البداية الإنسان ولد مجردا ليس عنده خرقة تستر عورته وسيجع إلى الله تبارك وتعالى كذلك والنهاية في البداية إذا تجرد الآن عن كل شيء وبقي الله دخل جنة لا يشتاق إلى الجنة المنطورة إن الله فارق الحب والنوى شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل يخرج الحي من الميت كالإنسان وطائر من نصفة والبيبة ومهرج الميت نصفة والبيضة من الحي ذلك الفارق المخرج الله فأني يتوفقون كيف تصرفون عن الجيمان مع قيام البراين صارق الإسباح شاق عمود السف وجائل ليل سكنا تستنو فيه الخلق من التعليم وشمس والقمر حسبانا يجريان بحسبان ويتعاقبان ذلك المسطور تقوير العزيز في ملكه العليم بخلقه ولذي جعلكم نجوم لكهسدوا بها فغلومات البر والبحر في الأسفار قد تصلنا برينا الآيات أبا الله في عراق بلتنان لقوم يعلمون وهو الذي أعنشاكم خلقكم من نس واحدة ومستقرون منكم فرحين ومستدعون منكم فرحين قد تصلنا الآيات لقوم يفقرهم وهو الذي أمسل من السماع إمام فأخرجنا في التفاة معنى في غيبته بالما هو نباتك بشيء فأخرج قبرا سأردوا لأفا كالسمابين الحمزة ومن النخل من صلعها أول ما يخرج منها قلوان المعراجين ودانية قريب بابها من بعد وأخرجنا جنات بساةين من هنال وصيحة من الرمان ومشتبع نور أقراء وغير متشابه من سمرها منظرون يا مخاصطون نور اعتبار لإلى سمره إلى سمر أول ما يبدو وكيف هو يعنيه نظمه إن يسد عليكم لآيات جالات على قدرته لقوين ومنهم وجعلوا لله يشرك الجنة حيث أطاعهم وخلقهم وقد خلقهم وخرقوا اختلقوا لو بنينا وبنات بغير علم حيث قالوا وحيث أطاعهم ومعاليكة ومعاليكة بنات الله سبحانه وتمجيان له وتعالى ما يفهم لدي أسوات للأرض المتعومة أنه يكون له ولد ولم ترك له صاهبة ومذرقكم وحلق كل شيء من شأنه يخلق ومكل شيء عليم ولكم الله وربكم لا إله إله وقال كل شيء فعبدوه وحيدوه وهو على كل شيء وكيل حقيقهم لا تدركوا الأطفال لا تراه لتراكوا غيروا رؤية يدركوا يرى الإنسان شأن ولا يدركوه وهو يدرك الأطفال يراها ويدركها كما نعلمه ولا ندركه نراه ولا ندركه وهو لطيف بأوليائي الخبير أبجائكم بفائر حجي من ربكم فمن أطر أن فأمن فلنفسه أطر لي أن فأوا إبطاره ومن عميها ونها فضلق عليها وبالو إذلاله وما أنا عليكم بحقوب وطيب لعمالكم إنما أنا النبي وكذلك كما بينا ما ذكر نفرح النبيين دعياتي ليعتبروا وليقولوا الكفار في عقبة الأمر درست إيقرأت الكتب الماضينا ولنبينه لقوم يعلم إستبي ما أعهي إليك من ربك أحرام لا إله إله وعرض أعزيم ورشاء الله ما أشركه وأظنوا مغال علم فعلى هذا كل طاعت وجروا إلى معفيتهم إيا معفيتهم لأن السبب الأسمان أبارتهم ولكن لما جروا إلى سبب الله الدنيا من غالف فالذلك سغلنا لكل أمتهم عملهم مع الخير والشر وما هم مرجعون إلى ربيهم فإن نبيهم جناتهم أمرهم وإجازهم وأقصبوا كفارهم كتبا جاء بأمانهم وإن جاهدهم آياتهم مما اخترحون يوم النبياء لأنما لا يأتي عند الله وما يشعركم أنها إذا جاهد لا يؤمنون فبقوا في علم الله أمهم لا يؤمنون ونطلوا أفيدتهم نحوذ قلوبهم عن الحق وأقصارهم إن إقصار الحق فلا يؤمنون كما لن يؤمنوا بأول مرتهم ونظرهم نتركهم في طغامهم ضلالهم يهمون وترددون المتحيرين ولو أننا نظلنا إليهم الملائكة ذكرنا أن صورة نسلت جملة واحدة بمكة وهذا يعارض كون هذه الآيات نسلت بسبب قول الكفار أو أن الكفار لما اقترحوا هذه الآيات نسلت هذه الصورة وفي هذه الآيات جوابا لهم أما كون آية من هذه الصورة لها سبب صورة خاصة بعدما بينا أنها نسلت جملة واحدة فذلك مما يصب على المفسر ولكن على كل حال المستهفئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وهم خمسة كانوا من قريش لسوء ابن عبد يغوس ولصار بن مطلب والحارس والعاصي بن وائل وأبو جان بن هشام اجتمعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أرنا الملائكة إذا أحببت أن نصدقك فأرنا الملائكة أتى نسأله ومرسا قالوا آتنا بالله أتى نراه ونسأله عن صدقك مرسا يقولنا له أحيي لنا قصي بن كلابا جدنا أتى نسأله هل أنت صادق أم لا أجابنا الحق تبارك وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة كما اقترحوا وكلمهم الموتى وتكلم لهم الأنوات كقصي بن كلاب وغيره وحشرنا جمعنا عليهم كل شيء وزدنا على ذلك حتى حشرنا لهم كل شيء قبلا مؤاينة فشهدوا ما كانوا ليؤمنوا لو وقع هذا كل لما عامنوا لما فوقعوا بعلم الله إلا لكن أن يشاء الله حتى يشاء الله إيمان عبد فيكون مؤمنا ومن لم يشاء فلا يؤمن ولكن أكثرهم يجهلون أكثر الناس لا يعلمون بذلك الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى فالآية وإن أعظمت لا تحمد على الإيمان إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى أعظم آية هو يوم القيامة وقد تقدم ولو ردوا لعادوا لما نوعنا وإنهم لكاذبون فإذن سبق في الأسليق أن الله رشا رشا من نور على أرواح فأولئك لا بد له من الإيمان ومن أخطأه ذلك الرش لا يسأتا عن يومنا والآيات لا تنفعه إلا أهل الهداية والتوفيق نعم كل مؤجسة وكل كرامة كل مؤجسة للنبي وكل كرامة للولين سواء علمية كانت أو غيرها فهي التربية لأهل زمانه فمن كان مستعدا يتربى بأول إشارة وينتفعه ومن لم يكن فيه استعداد يقول لو رأينا مرشدا حقا لاتمسكنا بزيله ولا تعلقنا به ولا انتفعنا ولا سلكنا والذي وفقه الله وقابلته إن آية الله تبارك وتعالى يجد المرشد أقرب إليه من أن يطلبه فلهذا أخبر تبارك وتعالى أن الإيمان بالمشيئة ليس بالآيات فالآيات ظاهرة آيانا ولكن لو لا يراها إلا الموفقون وكذلك جعلنا لكل النبي عدوا كما جعلنا هؤلاء أعداء جعلنا لكل نبي عدوا جعل الله لآدم إبليس وجعل لنوح قنعان ابنه وجعل لإبراهيم نمرود وجعل للموسى فرعون وجعل لعيسى اليهود وجعل لمحمد أبا جهل وقومه فكذلك جعل لكل صديق وهل ما جرى شياطين إنفي مرضة الإنفي والجن ومردة الجن يحيي يوسرس بعضهم إلى بعض زغرف القول مموهه من الباطل غرورا ولو شاء ربك ما فعله الإيحاء المذكور تذرهم دعي الكفر وما يفترون من الكفر وغير ما زين لهم وهذا قبل الأمر بالقتال تلك الأعداء منفعة لعبد الله الذي اختاره لأنهم يسعجونه فيرجعوا إلى خالقه وبارئه فإنه لو لم يجد في الكون من يوزيه لمعلى إليهم بطبئه ولقطته شيئا من قلبه والحق تبارك وتعالى يحب أن ينفرد بالقلب فإذا كان جنسك وأبناء جنسك والقرباء وحولك موافقون لك في كل ما تحبه لا ترى منه إلى ما تحبه لا بد تميل إليهم فيأخذنا قصة كبيرا من قلبك إن لم يستولو عليك وإذا أفعجك ضرر من كل جانب رجعت إلى خالقك وبارئك فيصطفيك لنفسه وهذا خير لك من الدنيا وما فيها ولتصعى إلي أفدت الذين لا يؤمنون بالآخرة يميلنا إلى ما يموه أعداء الله وليرضوه وليقترفه يكتسبه ما هم مقترفون من الزنوب فيعاقبوا عليه أفغير الله أبتغي لا أتلب غير الله حكما قاضيا بيني وبينكم قالوا أيضا يريد أن يجعل الرسول حكما بينهم وبينه ولا يبتغي حكما غير الله وهو الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن مفصلا مبينا فيه الحق من الباطل والذين آتناهم الكتاب التوريد كعبد الله ابن سلام وأصحابه يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكون من الممترين الشاكين فيه وتمت كلمات ربك بالأحكام والمواعيد صدقا وعضلا تميز لا مبدل لكلمات لا لا مبدل كلماته بنق بنق أو قلف وهو استمع لما يقال العليم بما يفعل وينتطع أكثر من في الأرض الكفار يرضل لك عن سبيل الله عن دينه إن يتبعون إلا ظن في مجادلتهم لك تشربون في ذلك إن ربك هو عالم وعالم من يضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين فيجازي كلا منهم فاكل ومما ذكر رسم الله عليه إذا أردت أن تأكل فاكل ما ذكر رسم الله عند زبحه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه من الزباح وقد فصل لكم ما حرم عليكم بيّن لكم ما حرم عليكم في آية حرم عليكم الميتة إلا ما طرتم إليه إلا شيء اطرتم إليه الضررات تضيح المعذرات من اطرر إلى أكل ميتة فالميتة حلال له وإن كثيرا ليظلون بأهوائهم بما تهواه أنفسهم من تحليل الميت وغيرها بغير علم يعتمدونه إن ربك هو عالم بالمؤتدين المتجاوز والحلال إلى الحرام أمر الله وتبارك وتعالى في هذه الآية أن تذبح الحيوانات بسم الله وذلك لحكمة لأن ثقرات الموت شديدة حتى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لقنوا أنواتكم لا إله إلا الله يهوين عليهم ثقرات الموت فإن حلاوة ذكر الله يذهب بمرارة ثقرات الموت وكذلك الحيوانات إذا زبح بسم الله حلاوة إسم الله تذهب بمرارة الموت فمن زبح بغير إسم الله فقد ظلم الحيوان وجنى عليه فلهذا يحرم وأكله وإن زبح بسم الله هو حلال وذروا واهر إسم وباطنة اتركوا قال وقد تصل لكم ما حرما عليكم قال المفسرون في آية حرمت واستشكلوا هذا لأن آية حرمت نثلت في سورة المائدة وصورة المائدة من آخر ما نصلت في المدينة فكيف يستدل بشيء في سورة المائدة قبل نصولها أجاب العلماء بأجوبة منها أن الله تبارك وتعالى سبق في علمه أن النظام القرآن تعطي المائدة قبل الأنعام فيصحوا الاستدلال بما في سورة المائدة لأن علم الله ليس فيه ماضي ولا مستقبل وأجيب بأن الصواب إلا وقد تصل لكم ما حرم عليكم في آية قل لا أجد الآتية المحرمات الأربع في تلك الآية والسورة المكية هي المحرمات الأربع في سورة البقرة وهي المحرمات الأربع في سورة المائدة سواء بسوائم فالحق أن الله تبارك وتعالى حضرته ليس في عام ماضي ولا مستقبل فالصح أنه بيّن لكم ما حرم عليكم وإن كان سورة ما نصرت بعد وذروا ظاهر الإثم وباطن الاسم نوعاني الواهر وباطن فالواهر ما يباشره الشخص بجوارحه والباطن ما يرتكبه بقلبه والله تبارك وتعالى ما عن كل ذلك كقتل نفسي وزنى مثلا معطية وواهرة والكبر والحسد والبغض والظل كل هذه معات باطنة أتركوا لجميع ذلك إن الذين يكسبون لإسم سيزون في الآخرة لما كانوا يقترفون يكتسبون ولا تأكلوا مما لم يذكر لا عليه بأن مات أو ذبح على سمي غيره وإلا فما زبحه المسلم ولم يسمي فيه عمدا أو نسيانا فهو حلال قالوا ابن عباس وعليه الشافي وإن هو إي لكل منه لفص خروج أما يحل وإن شياطنا لا يحونا يوفيسون إلى أوليائهم الكفار لجادلوكم في تحليل الميتة وإن تعتمون فيه إنكم لمشركون ونزل في أبي جال وحمزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي في المسجد الحرام حول البيت وملأ من قريش ينظرنا إليه فتكلموا وهناك فرث ورائحة حبيثة استقبهنا قال واحد هل يقدر آدم أن يأخذ من تلك الراحي ويجعله على محمد هو ساجد قال وجالنا فأخذ تلك رائحة القبيحة صلى جزور وفرث فسبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فصار كفار قريش يضحكون يضحكون يستحسن بالنبي صلى الله عليه وسلم فرحم بذلك حتى أتته فاطمة بنته فنزعته وصبت الملأ حتى تفرقوا فلما جاء حمزة وكان غائبا يتصيد لما رجع أخبر بالخبر وبيدي القوس فأتى إلى أبي جهل فضربه بالقوس حتى وقال تفل هذا بإذن أخي قاله يسقو آلهتنا ويسفه وقولنا قال نعم لا يوجد أصحى منكم تعبدنا حجارة وصبو آلهتكم ليس فيه بعث حجارة فقط قال أنت تؤمن به قال أنا أؤمن به أشهد أن لا إله أشهد رسول الله فدخل في الإسلام فقال أو من كان مجيتا كافرا فأحيناه بالهدا في الحمزة وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يتبصر به الحق من غيره كمن مثله كمن هو في ظلمات الكفر ليس بخارج منها وهو أبو جهل من الحشام كذلك كما زين للمؤمنين الإيمان زين للكافرين ما كانوا يعملون من الكفر والمعاطي وكذلك كما جعلنا فصاق مكة أكابرها جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها عادة الله تبارك وتعلا حيث أن فسقط مكة هم الكبراء وهم المجرمون الذين يعادنا النصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك تجل في كل قرية الأكابر يكوننا مجرمين أعداء أولياء الله سبارك وتعلا ليمكروا فيها لأن الكابر هم الذين توفرت عندهم الأموال والجاه ومن كان عنده هذا أقدر بالغدر والخيانة والظلم من كل عاد وهذه من كان عنده المال كثيرا وعنده الجاه لابد يكون حريصا على زيادة ماله وجاهه وتلك زيادة لا تصح إلا بجميع الأعمال الخبيثة مثل ليمان الكاذبة والدجال وخروج الدابة وشروق الشمش من المغرب ونزول عيسى وذكر المهدي في بعض الأحاديث لا أحد يعرف ما معنى هذه الأشياء ومتائق قل انتظروا إنا منتظرنا ذلك إن الذين فرقوا دينهم باختلافهم فيه فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وكانوا شياعا فرقا في ذلك تركوا دينهم الذي أمروا به وهم اليهود ونصارى أو تفرقوا فجعلوا فرقا فرقا لست منهم في شيء فلا تتعرض لهم إنما أمرهم إلى الله يتولاه سمو ينبئهم في الآخرة بما كانوا يفعلون فيجازهم به وهذا منصوق بآية السيف من جاء بالحسنة لا إله إلا الله فله عشر أمثالها في الله تبارك وتعالى يكتب له عشرا هذا تفسير جلاب والصواب أن تبقى على ظاهرها كل حسنة داخلة في هذا بدليل الحديث قال رسول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى كتب على نفسه الرحمة فمن هم فمن هم منكم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كأنما عملها ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه ومن عمل سيئة واحدة فجزاء السيئة سيئة مثلها ومن عمل بحسنة فله عشر أمثالها أو إلى سبعمية ضئفين أو إلى أكثر من ذلك ذلك أن النفس وصفها الله النفس الأمارة بالسوء والنفس كأرض خبيثة والقلب كأرض طيب والله تبارك وتعالى يقول والبلد الطيب يخرج النباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلى نكدا لهذا عمل الخير يصدر من القلب فيخرج النباته بإذن ربه مضاعفا هو عمل النفس الأمارة بالسوء يخرج من أرض خبيثة لا يخرج إلا نكدا والله تبارك وتعالى أنصل هذه الآية من جاء بالحسنة فلو أثر أمثالها فقال الرسول يا ربي إن سيد أمتي فانسلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هذه سبع مئة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن سيد أمتي فقال من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فيضعف له أبعافا كثيرة أبعافا كثيرة أكثر من سرمية فقال الرسول يا ربي زيد أمتي فقال إنما يوفى الصابر أجرهم بغير حساب بلا حفر عدد فقال ربيت بالله وذلك رجاء كبير للأمة والحكمة في ذلك أن صحص الإنسان نفس وقلب والروح والسر كما أن مرتبة الأعداد عند أهل الحساب أربع مراتبة باب الآحاد وباب العشرات وباب المئات وباب الآلاف إذا ضربت واحدا في محل الآحاد يكون واحدا فقط وإذا جعلته في محل الآسرات يكون عسرة وإذا جعلته في محل مئات يكون مئة وإن جعلته في محل الألف يكون ألفا فمن عملت سيئة هل من باب النفس وباب الآحاد سيئة مثلها ومن جاء بالحسنة هذا من باب القلب فلو عثر أمثالها لأنه ضرب واحدا في باب العشرات ويضرب في باب الروح يكون جساؤه مئات لأنه باب المئات وإذا كان في باب السري يكون جساؤه الآلاف لأن هذا باب الآلاف هذا أننا نعمل خيرا والله يجازنا بأضاف مضاعفة والحق من جاء بالحسنة فله أثر أمثالها العبد إذا قدم حسنة واحدة فله من الله أثر أمثالها قبل أن يقدم واحدة الله قدم لنا حسنة الإيجار أوجدنا من العدم وحسنة الاستعدار جعلنا مستعدين للعمل وحسنة التربية لما ولدنا ولا أبانا تربيةنا حتى أقلنا وحسنة إرسال الرسول وحسنة إنزال الكتب وحسنة التبين الحسن حسنة والسيئة وحسنة الإخلاص وحسنة وحسنة الهداية وحسنة التوفيق وحسنة القبول فعلى عشرة قبل أن تفعل واحدة من جاء بالحسنة فله أثر أمثالها قدم لنا عشرة قبل أن نقدم لنا واحدة قبل أن نقدم لنا واحدة ومن جاء بالسيئة فلا جساء إلى مثلها فجساء السيئة سيئة مثلها وهم لا يؤلمون ينقصون من جسائهم شاء يقول رسول صلى الله عليه وسلم ويل لمن غلبت أحده أعشاره إذا فعل سيئة كتبت مرة واحدة وإذا فعل حسنة كتبت عشر مرات أو أكثر على أن الذي على يمين العبد ويتولى كتب الحسنة والسيئة هو الأمير على الذي على شمال العبد فإذا عمل حسنة أمر بكتبها في الحين وإذا عمل سيئة قال له يؤخر ست ساعات هل يتوب هل يستحفر هل يشوف عبد النباد لا يصالحين هل يعمل يعمل خيرا حسنة أخرى إن الحسنة يحبن السيئة فإذا وقع شيء من ذلك في مدة ست ساعة لا يكتب سيئته فإن غفل عن كل شيء حتى مرت ست ساعات كتب مرت واحدة كرم الله فإذا غفل العبد حتى تكون الآحاد التي لا يثبت بعضها أكثر من العشرات فهذا غافل جدا قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم قل يا محمد أن الله تبارك وتعالى هداك إلى صراط مستقيم هو الإسلام دينا قيما مستقيما ملة إبراهيم هو دين إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين دين إبراهيم هو أعطى كليته لله تبارك وتعالى فقال الله أنه ما كان من المشركين إبراهيم صلما أمواله للضيفان وصلما أولاده للقربان وصلما نفسه للنيران فكان نار بردا وسلاما على إبراهيم لم تجد إليه سبيلا قل إن صلاتي ونسكي عبادتي من حج وغيره ومحياء حياتي ومماتي موتي لله رب العالمين لا شريك له في ذلك وفي ذلك التوحيد أمرت وأنا أول المسلمين من هذه الأمتي قل أغير الله أفغي ربا إلها لا أطلب غيره أبدا وهو رب كل شيء مالك كل شيء ولا تكسب كل نفس ذنبا إلا عليها ولا تسير تحمل النفس واسرة آسمة وسر أخرى النفس لا تحمل إلى وسرها هذا إن كان فيه شبه تعارض بين قوله ولا يحمل الأسقال أسقالهم وأسقال مع أسقالهم وقوله وقوله عليه الصلاة والسلام من صن سنة سيئة فعليه وثرها وثر من عمل بها إلى يوم القيامة كيف الجمع بين هذين إن الإنسان إذا لم يعمل وثرا ولم يعمر ولم يعمر به ولم يتسبب في عمله فلا يكتب عليه وعما قوله تعالى ولا يحمل أن أسقالهم وأسقال مع أسقالهم لأنهم أضلوا هؤلاء وقعدوهم إلى ارتكاب المحرمات فلهذا كتبر عليهم كذلك من صن سنة سيئة فله وثرا وثرا من عمل به إلى يوم القيامة لأنهم دالوا على هذا ومن لم يدل ولم يعمر ولم يتسبب فهذا والذي يصدق فيه قوله لا تسير واسرة يسر أخرى ما إلى ربكم مرجعكم فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض جعل جمى خليفة يحلف بعضكم بعضا فيها ورفع بعضكم فوق بعض درجات بعضهم يجد المال وبعضهم يجد الجاه وبعضهم لم يجد ساعة من ذلك ليبلوكم ليختبركم فيما أعتراكم ليظهر المطيع منكم والعافي إن ربك سريع والعقاب بمن أفاه وإنه لغفور للممين رحيم بمن أفاه بمن أفاه بمن أفاه بمن أفاه بمن أفاه